الله يحب أن يتكلم مع الجنس البشر خلق الإنسان للذته وعلشان يكون فيه علاقة معاه وبالتالي هو فيه حديث مع الإنسان الله أعلن عن ذاته من خلال هذه الخليقة البديعة الثموات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يذه فكل العمله علشان يعلن للإنسان قد إيه هو قدير قد إيه هو حكيم لكن كمان لم يكتفي بالإعلان العام من خلال الخليقة لكن بدأ يكلمنا من خلال الأنبياء وأقوال الأنبياء مثجلة بالوحي فيقول لنا بطرث في رثالته التانية أصحاح واحد أنه كتب أناث الله القدسون مثوقين من الروح القدس فالله هنا بيعلن لنا أنه بعدما يكلم الآباء بالأنبياء وهذه الكتب النبوية موجودة علشان تعلن لنا من هو الله من هو الله في محبته من هو الله في علاقته مع المؤمنين يقول لنا أنه كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة أنواع يعني إعلانات جزئية فما فيش نبي إدى إعلان كامل عن الله هنشوف الإعلان الكامل كان من خلال شخص ربنا يثق المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر